نحدث عن الماضي ليس الماضي هذا الأسبوع أمين تعادل وخسر أمين فقد خمس نقاط مهمة جدا في سباق اللقب كانت في المتناول أن أشهد المراحل ميدو ميدو لست مع طرحي هي بخصوص زيدان لست زيدان من يعلم بنزيمة كيف يسجل من يعلم كاسم لو انتقد زيدان لو لم يخلق ريال مادريد الفرص لو كانت انعدام فرص ما في أي فرصة لتسجيل هنا لنتقد الدور المدرم لكن فرص بجملة فرص تساقط كالأمطار في ملعب سيودة دي فرانسيا هذا هو اسم ملعب ليفانتي ثم رعونة موهجي ميريا المطريد هي من حرمته من الفوز في هذا المباراة هي من حرمته من الفوز في مباراة سلطة فيجو زيدان عمله يؤديه على أكمل واجب لأن الفريق يخلق الفرص نوم المدرب لما الفريق لاحظ شاهد هذا شوف كورتوا تركها تمرك على كل حال كان ضن أن الكورة سلفة تخرج لكنها دخلت هذا ليس زيدان أيضا من يعلمه كيف يغطي القائم الأول ويقيس اتجاه الكورة مهجمي ريال مدريد ضيعوا فرصا بالجملة وكان هناك إمكانية أيضا يعني أنت يا ميدو سمح لي يعني أنت يا ميدو أخليت مسؤولية زيدان من كل التعثرات التي تعرض لها ريال مدريد مؤخرا يا ميدو عندما كان يفوز سمح لي يا ميدو دعنا نتحدث بالعقل والمنطق يميدو لما كان ريال مدريد يفوز كنا نأتي لهذا البلاطو وننسب هذه العودة القوية للريال كنا ننسبها لزيدان ونقول شاهدوا كيف أن زيدان بنفس اللاعبين استطاع أن يعيد لريال هيبته ولكن الآن لما يخسر ريال أو يتعادل نقول لا ليس زيدان من يعلم اللاعبين كيف ينفذون الركنيات أو لا يعلم الحراس كيف يتصدون للكورات لا نتحدث بهذا المنطق يميدو عندما يفوز الريال كنا نمدح زيدان الآن لما خسر الريال أنا استمعت لمن يتحدثون هناك في إسبانيا المتابعين لشأن ريال مدريد قال لك زيدان الآن أصبح عاجزا عن إيجاد الحلول يعني الحقنة التي منحها للريال أو الدفع البسيكولوجية التي جلبها للريال الخلاص الآن انتهت مرحلتها وانتهت على زيدان أن يجد حلولا فعلية الرجل المزاني يدافع عن بيل في حين أن هجومه أظهر عجزا كبيرا شاهدنا طيش كبير من مهاجمين ريال مدريد الذين ضيعوا الفرص لا اسمح لي هذه ليست فقط مسؤولية المهاجمين كان مثلا على زيدان أعطيك مثال لماذا لم تستدعي يوفيتش هذا الأسبوع لماذا تجلب لايبا بستين مليون يورو وبقرار فني تبعده عن قائمة طمانتاش على الأقل يا أخي أجلسه في كرسي الإحتياط حتى يتحرك قليلا بنزيمة بنزيمة لا يشعر بأي تهديد في ريال مدريد سواء كان في المستوى أو بعيد عن المستوى بنزيمة دائما لعب أساسي في الريال بنزيمة لاعب مع إقوان أساسي فوق العادة لاعب مع المهاجم المورندي الحق بعمر المنطلق أساسي فوق العادة لاعب مع كريستيانو رونالدو وديمارية وكان بنزيمة هو قلب الهجوم المدرب الوحيد اللي كان يستعمل نظام المدورة في بنزيمة مورينيو بينه وبين إقوان كانوا يلعبوا تقريبا المباراة مباراة ولكن هنا أنا بميد هنا